حط الإسلام التشكيك في مشاعر القراهية يعني إيه التشكيك في مشاعر القراهية الإنسان في كثير من الأحيان ما بيدركش فين الخير وإحنا كتير بنختار طريق وشايفين إن الخير فيه وبننسى وعسى أن تكره شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبه شيئا وعسى أن تحبه شيئا وهو شر لكم ربنا لا وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم ربنا لا وبعدين ختم ختم جميل قوي محتاج إن نقف عنده والله يعلم وأنتم لا تعلمون عشان كده اسمع ربنا قال إيه في الحياة الزوجية وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكره شيئا فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وسيدنا الحبيب في الحديث يقولك إن كره منها خلقا رضي منها آخر عشان كده سيدنا عمر رضوان الله عليه وارضاه لما راح له واحد عايز تطلق مراته عشان ما بيشبهاش عايز تطلق عليه حبيبي عشان ما بيشبهاش قال وي حك أولم تبنى البيوت إلا على الشبت في حاجات تانية يا ابني وفي رواية أن عمر عليه بالضر ضربه قال له فيش الله حب لا يا حبيبي فيه فين الرعاية فين المعاشرة فين المسئولية فين الترفع الإسلام لما كلفك يا راجل بالقوامة والآية اللي كلنا حفظينها الرجال وقوامون على النساء وللرجال عليهن درجة ده عشان تضبط نفسك عشان إيه تضبط نفسك تحكم أعصابك ما تنفعلش قد بالك والانفعال اللي يؤدي للطلاق انفعال مزموم ولذلك اسمع بقى بيقول إيه والتي تخافون نشوزهن فعظهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا قبل ما انسى الكلام ده يأثر مع مين مع الزجين عارفين ربنا يعني إيه سن الشيخ رحمة الله عليك أن يعلمنا كده أول ما يجينا زوجين بينهم مشاكل نسأل الزوج والزوجة بتصلوا انت مجنون ولا إيه إيه علاقة الصلاة بالطلاق يا عمي ده في زواجه وطلاق بتصلوا نسأل أول ما هتسمع هتلاقي لإما ما بيصلوش لإما بيقطعوا في الصلاة إيه علاقة؟ أنت ومشايخ بتحبوا تجيبوا من الشماء؟ أبدا إيه علاقة القرآن يا حبيبي هات آيات الطلاق اللي في صورة البقرة كلها خطا قدامك تلاقي ربنا حط آية في النص كده جملة اعتراضية آية اعتراضية في وسط أحكام الطلاق كلها يقطع ويرجع يكلم عن أحكام الطلاق بعد ما يحط الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانطين وبعدين يكمل أحكام الطلاق عارفين لي يا جماعة؟ لأن لما يكون الزوج مستشعر أن فيه الله أول ما الزوجة تقول له أنا أفوض الأمر إلى الله يترعب ما ينامش الليل ولما الزوجة تبقى مستشعرها يعني الله والزوج يقول لها وشفد الله أني عليك غاضب ما تنامش الليل لكن لو اللي اتنين مش مستشعرين الله البيت خارب جاي تقول لي مين؟ اتقل الله ولا؟ يعني مش ايه تبتنفق فيربة معطوعة بقى الكلام اللي أنا بقوله ده لازم البيت يكون في دين لازم القلب يكون بينبض لما تقوله اتقل الله يترعب عشان كده الإسلام أمرك بضبط النفس وأمرك بالتحري عن أسباب الطلاق بالراحة أشوف الأمور عشان ممكن الشيطان يلبس عليه المغيرة أسرع بطلاق زوجاتي عشان دخل عليها بعد الفجر بعد صلاة الصبح لقاها بإيه؟ بيتخلل أسنانها فقال دي شاريها بتحب أكل كتير وبتشرب كتير ده ده ليه؟ يحنسة مصليين الصبح وبتفطر بعد ما طلقها ندم لأنه لما رجع يبحث ويتحرى لأن كانت بتتخلل من طعام الصحور وقد أصبحت صائمة لكن العجيب لما جيه رجعها هي مرضيتش لأنها أصلا كانت كرهاة ولذلك قالوا قديما إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته فإن رأيته خيرا فأمضي وإن كان شرا فتركه الإسلام يا جماعة الصاني الحياة الزوجية من العبس ومن اللعب علشان كده تلاقي ناس كتيرا أنت جاي عم الشيخ جاينا إن شاء الله وقول له والله إن شاء الله جايناك خلاص وعد احلب بالطلاق أقول له يا أخي أنت مجنون ده العلماء يقولوا ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به أو استحلف به ناهيك عن الأسواق والسادة التجار اللي على الطلاق للنهار وسيدنا الحبيب بعد ما تصلي عليه يقول الطلاق يمين الفساق اسمع تاني سيدنا الحبيب بيقول الطلاق يمين الفساق يلي بتحلب بالطلاق أنت فاسق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وبقول النبي لأن ربنا في القرآن قال إيه وَلَا تَتَّخِذُوا وَأَتِلَّهِ وَأَتِلَّهِ وَزُوَا لا إنما ركز كده الطلاق مروتان نحن عارفين نوع ثلاث ده بيديك فرصة تتريس يا حبيبي الطلاق مروتان الطلاق مروتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وبعثين قبل كل ده ده وده قال وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ده مهم جدا علشان الحياة تستقيم